12 يوماً من الترقب الإسرائيلي لرد محتمل من إيران ووكلائها على اغتيال إسماعيل هنية في قلب طهران التهديدات الكلامية مستمرة تعتبرها إيران حرباً نفسية وتتوقع وسائل إعلام إسرائيلية أن تتحول واقعاً خلال 24 ساعة هذه التهديدات لم تقتصر على تصريحات المسؤولين الإيرانيين بل تطورت لتصل إلى هواتف الإسرائيليين برسائل نصية تقول سيتم دفنك الأسبوع المقبل رسائل أثارت رعباً كبيراً بين الإسرائيليين ما دفع الشرطة إلى إصدار بيان لتهديئة هذه المخاول غسان أذهب إليك الآن أهم الإجراءات التي تتخذ إسرائيل لمواجهة هذه الحرب النفسية والتحركات العسكرية في إيران متمثلة ببعض التدريبات العسكرية ندين تأخر الرد الإيراني يربك حسابات إسرائيل خاصة وأن التأكيد اليومي على أن الرد آت من المسؤولين الإيرانيين من الإجراءات التي تخذتها إسرائيل فرض حالة الطوارئ بما في ذلك تعطيل أنظمة الجي بي أس لتفادي وتقليل الأضرار إن كان هناك أي رد إيراني في هذا الإطار فرق الإسعاف والدفاع المدني والمستوى العسكري متأهب أيضاً بانتظار ساعة الصفر التأهب أيضاً يشمل الولايات المتحدة سفينة حربية ترسو في قبرص ومقاتلات شبح الأمريكية F-22 تحوم في الأجواء غموض طبيعة الرد وكثرة سيناريوهاته يجبر إسرائيل وحليفتها الأبرز أمريكا على الاستنفار لكن الضربات الإسرائيلية على حزب الله الحليف الأبرز لطهران مستمرة قتل الحزب يتم إحصاؤهم بشكل يومي تقريباً على أي حال التهديدات والتهديدات المضادة لم تتوقف وزير الدفاع الإسرائيلي حذر إيران وحزب الله من رد غير مسبوخ فيما قال وزير الخارجية الإيراني بالإنابة إن إسرائيل ستدفع ثمناً باهظاً لكن متى لا أحد يعلم وفي ظل هذه التهديدات المتبادلة يتواصل التصعيد بين إسرائيل وحزب الله حيث تستمر إسرائيل في استهداف عناصر حزب الله فاليوم قتلت إسرائيل عنصرين من الحزب بغارة على الطيبة جنوبي لبنان فيما يرد الأخير بضربات بالمسيرات والقذائف الشمال إسرائيل وفي آخر المستجدات الملف مسؤولون إسرائيليون قالوا لإكسيوس إن هجوم إيران سيكون مباشراً وسيبدأ قبل محادثات الخميس في الخامس عشر من أغسطس وفي شكراً للمشاهدة وجدت كفراً للمشاهدة توقيت إسرائيل criب الوطن قوية